تشاهدونا في حلقة اليوم انك رايح تتعرف على واحدة وبتقولها على مستك التنفسية اللي هو انا راجل لا يا راجل هل انت بتسوي على منتجك او خدمتك ومش تلاقي النتاج اللي انت عايزها من مجهوداتك التسويقية عمل تعمل اعلانات بس عمل تحرق فلوسك وخلاص بدون عائد بالفيديو ده انا هقولك على خمس اخطاء بتخليك مش تلاقي النتاج من مجهوداتك التسويقية والنقطة الاخيرة هي اخطارهم فخليك نكمل معانا للاخر يا انا سهلا معك اسلام صلاحو في القناة دي انا بساعد الخبراء وارواد الاعمال انهم يسوقوا ويوسعوا اعمالهم الاونلاين فلو انت اول مرة هنا تنساش تكسر زروا لايك واعمل سبسكرايب ودفع الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهايات اللي جاية الخطأ الاول عدم وضوح رسالتك التسويقية زي ما اسمعتك اذا الخطأ الاول مش انك مش لاقي عميلك المسالي ولا انك مش لاقي الاستهداف الصح الخطأ الاول هو عدم وضوح رسالتك التسويقية انك مش موضح انت بتكلم مين بتساعد مين اي حد والله عارف تحب يا شاب الموضوع دا دايما بالارتباط انت واحد ما ارتبطش خالص قبل كده وبقولك ايه مواصفات شريكة احلامك تقول لي اي واحدة طالما بتتنفس عندها قدين ورجلين انا موافق انت شغال ايه انا مصوراتي مصوراتي لمين لا اي حد عايز تصور من وجهة نظرك مين رسالته اقوى واحد بيصور اي حد وخلاص ولا المصور المتخصص في تصوير رواد الاعمال صور احترافية للموقع والبراند الخاص بيهم لو انت رايد اعمال وعايز تتصور صور احترافية طاليق بالبراند بتاعك هتروح لمين هتدفع لمين فلوس اكتر وانت مبسوط اكيد المتخصص اللي رسالته التسويقية بتكلمك باحتياجك ده المشكلة لان الناس كتير بتخاف تحدد رسالتها والشريحة التسويقية اللي هي بتكلمها عشان خايفة تفقد جزء من العملة يقولك ليه انا كمصور اكلم بس رواد الاعمال افرض في عروسة حابة تتصور او ليه انا كمصوق اكلم بس للمدربين مش انا كده بافقد شريحة تانية من السوق كنت ممكن اشتغل معها اه ولا لغاية دلوقتي بشكل شخصي مع اني محدد ان انا باشتغل بشكل مخصص مع مدربين واصحاب شركات بس اغلب الاستشارات وشغل الشركة اللي بيجيلي تجارة الكترونية مش عشان وجهت رسالتك يبقى هتفقد كل الناس بس خلينا انا افترض حتى ان انت فقدت شريحة كبيرة بس عارف ان الشريحة اللي انت هتختارها بشكل كبير العملة الرخيصة او العملة اللي ما كانتش هتشتغل معك كده كده لانها بتدور على اقل سعر فلو انت مش تلاقي نتائج من مجودتك التسويقية راجع رسالتك التسويقية الاول ده كده الخطأ رقم واحد الخطأ التاني يعني لو عاملك مش قدر يبحث عنك ويلاقي معلومات عنك محتوى انت بتقدمه ليك تواجد على الانترنت اللي يخليه يعينك او يتعامل معاك لو اول مرة يشوفك كانت وانت طالع له في اعلان احد الاقزاب اللي بتمنع الناس من الشراء هي عدم الثقة سواء الثقة فيك او في البراند او في المنتج فآه انت عمال تسويق بس عملك لو مش واثق فيك مش هشتري وآه انت ممكن تنزل ريفيوهات او الناس تقول عليك كلام كويس وآه ده ممكن يجيب لك شوية نتائج بس برضو هيكون فيه ناس بتقولك دول اكيد واخدين في الروس عشان يقولوا كده او دول اصحاب الى اخره لكن لما بتكون بتنزل محتوى بيخدم عميلك هنا انت ما بقتش مجرد براند بيبيع منتج او خدمة انت بقيت خبير انت مش في بزنس بيع الغسلات انت في بزنس مساعدة الامهات في اعمالهم المنزلية بدون تضيع وقت ومجهود في وسائل غير عملية بتعلمهم الصيد من خلال المحتوى بتاعك وبتبيع لهم الصنارة من خلال انت بتسويق له وبتبيع له قبل ما ندخل في الخطأ الثالث لو انت لسه تتفرج وعجبك الفيديو ما تسلش اللايك واعمل الشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك فيديوهات جديدة زي دي الخطأ الثالث عدم وجود ميزة تنافسية انت ما عندكش ميزة تنافسية هيجي حد يقول لي لا يا اسلام انا بقدم اعلى جودة او اهل سعر ده مش ميزة تنافسية ده نفس كل اللي منافسينك بيقولوه كل المنافسين بيقولوه احنا الشركة الاولى او المنتج رقم واحد او اقوى حد الى اخره والمشكلة ان انت اصلا عميلك متوقع اللي انت في القيو ده يعني ايه احنا شركة تسويه وبنقدم لك خدمات تسويئية وبنضمن لك جودة عالية بحاجة انا كعميل متوقعها اصلا وما انا بتفعلك فلوس ليه انك راحت تتعرف على واحدة وبتقول لها على مستك التنافسية اللي هو انا راجل لا يا راجل الميزة التنافسية هي ان يكون عندك عرض لا يقوم ولما بقول عرض لا يقوم مش قصدي عرض لفترة محدودة او خاصة العرض اللي لا يقوم ده هو انك تعمل باقة بتحل مجموعة من المشاكل اللي عند عميلك واللي ممكن قيمتها تكون عشر اضعاف السعر اللي هو بيدفعه كيانك بيبيع فراري الى ربعمائة الف دولار بيبيعها انت باربعين الف دولار مسا اكيد مش كل الناس هتقدر توفر الى ربعين الف دولار بس لعميلك المثالي هتبقى صفقة لا تعوض وما فيش مشكلة انك تعمل عرض لفترة محدودة على عرضك اللي لا يقوم ده بس المشكلة ان ناس كتير بتبقى فاكرة ان عرضها هيبقى لا يقوم لمجرد ان هم عملوا عليه خصم لفترة محدودة وبينفسه بالجزئية دي بس هسيب لك فيديو فوق على تطبيق عملي على الموضوع ده عشان تشوف ازاي تبيع ايفون اللي سعره خمسمائة دولار ازاي تبيعه بعشر تلاف دولار الخطأ الرابع عدم وجود او متابعة عميلك لو ما اشتراش منك من اول مرة هذا لا يعني اطلاقا انه غير مهتم في الحقيقة انه غير مهتم ده السبب واحد من ضمن اسباب كتير تانية ممكن تكون ما خلتوش يشتري تلات تلاف ده متوسط الاعلانات اللي احنا بنشوفها كل يوم سواء على السوشال ميديا في السوبر ماركت في البنزينة في المواصلات يفض في الشارع تقريبا ما فيش وقت بيعد علينا في حياتنا اليومية مش بيتبع لنا في حاجة ونتيجة لكده العميل بقى عنده حاجة اسمها يعني عمل اعلانات مش عشان رسالتك الاعلانية وحشة لكن ده ميكانيزم عنده بيحصل بشكل تلقائي ودفاعي مننا كلنا ياما ادماغنا هتنفجر طب ايه الحل الحل هنا في الفولو اوب او المتابعة العميل بيحتاج في المتوسط من سبعة لتسع مرات انه يشوف رسالتك التسويقية عشان يبريد يركز معاها وياخد قرار الشرق فما ينفعش تفترض ان هو غير مهتم من اول مرة لانه ممكن يكون غير مستعد او عايز معلومات اكتر او بيجمع الفلوس او مش واثق فيك بالشكل الكافي او ما عندوش القلم بالشكل الكافي اللي يخليه يشتري دلوقتي وباستمرار رسالتك التسويقية هتيجي في مرة تطرق على الحديد وهو ساخن وايتم عملية الشرق وبالتالي الخطأ الرابع انك مش بتتابع ولا بتعمل فولو اوب مع الناس اللي شافت رسالتك التسويقية الخطأ الخامس والاهم واللي سبته للاخر انك ما تعرفش قيمة العميل بتاعك كام ايو بالضبط زي ما سمعت كده عدم معرفتك لقيمة عميلك هيؤدي الى انك تقفل حملتك الاعلانية بدري زيادة عن اللزوم لانك شايف انك بتصرف فلوس وما فيش عائد بيجيلك في الوقت الحالي وفي الحياة دي كارثة لان مش بس عميلك محتاج يشوفك كتير عشان يشتري زي ما احنا قلنا من شوية لكن كمان اما انت بتخرب الخوارزميات بتاعت اعلاناتك بالاضافة ان انت ممكن يكون حظك انك شغلت الاعلان في يوم ما كانش فيه ناس كتير قاعدة على سوشال ميديا وجد انت قفلتها في يوم اجازة والناس قاعدة على سوشال ميديا وكانوا ممكن يشتروا والخوف ده بديهي وبيحصل لما تكون مش عارف انت المفروض تصرف قدية على اعلاناتك لو انت ببيع مثلا شنطة ب10 دولار او كرس ب100 دولار فعارف انك لو صرفت اكتر من 5 دولار 10 دولار 20 دولار الى اخره انت كده خسران خل الموضوع ده انك يكون عندك حاجة اسمها قوية يعني ايه يعني حاجة في الخلفية يعني العميل اللي اشترى منك اول مرة ده اشترى منك في حاجة اسمها او المقدمة يكون انت ده عندك المفروض حاجات تانية بإعهاله عشان تزود قيمة العميل ده لسه الحلاق بتاعي كان بيسألني هندسة انا لو عايز اعمل اعادانات على الفيسبوك هحتاج كم تقريبا فلوس عملت حزبة سريعة وقلت له ممكن في المتوسط حوالي 10 دولار يوميا دي هتزبط لك الدنيا طبعا انا كنت متوقع رد فعله قلت له 10 دولار قلت له مومن انا بتفعلك في الشهر حوالي 5 دولار يعني انت بتجيب العشرة دولار دول من الشخص الواحد في المتوسط في شهرين وانا معاك بقالي سنة لغاية دلوقتي وغيري كده كتير مع العلم ان انا مش بعمل اضافات الغريبة ليا ماسك بقى او فارد شعر والحاجات دي انا كده اللي بعمله شعره دان يعني انت ممكن بعض العمل تجيب منهم 10 دولار طول فمرة واحدة لو عارضت عليهم الاضافات دي وبعد كده اي فلوس هتجيلك هتبقى ربحي صافي عشان تزود قيمة العميل دان كندي ليه مقولة عظيمة جدا بتقول لك يعني البزنس اللي هيقدر يصرف بقدر الامكان عشان يحصل على العميل هو ده البزنس اللي هينتصر وعمرك كبزنس ما هتقدر تصرف كثير عشان تجيب العميل لو انت قيمة عميلك اصلا قليلة او ما تعرفش قيمة العميل ده بالنسبة لك كام فده كده الخطأ الخامس انك مش عارف قيمة عميلك كام ولا بتزود قيمة عميلك من الاساس اكتب لي كده اني خطأ من دول اللي انت كنت بتعمله ويناوي اتطبق ايه من الفيديو ده ما تنساش تشوف الفيديو اللي بيقولك ازاي تعمل ميزة تنافسية جمدة جدا من تليفون ايفون سعر وخمسمائة دولار وبيعه بعشر تلاف دولار كان معك السلام صلاح لايك شير سبسكرايب واشوفك الفيديو اللي جاي